في اللعطة أنا منسهاش في المباراة الإسماعيلي والنص للتعدين لما محمد عواد تلع صد الكرة من نص الملعب تقريبا أنت كنت موجود في الملعب أنا أبص على كل اللعيبة اللي في الملعب ألاقي واحد عنده أي راكشن غريب إنه فيها غرب بتحصل ولا حد حتى لا إحنا عملناها هايلا قوي عملناها كأننا متفقين ما تفهمش يعني كان مثلا إحنا قلنا العواد عملها وإحنا عملنا مش فاهمين حاجة كلنا والحاكم حتى عمل مش فاهم حاجة المفاجأة اللعيبة الناس الدعدين كمان ما اعترتوش ما حادش رفع ايدة بسيب قولك اتعاملت إنت 11 لعيب ولا كإن حاجة والحاكم برضو مفيش حاجة فهو كله عملها كده حلو يعني مشت حلو طب هي عدت عليك يعني تحسيتش حاجة غريبة حصل في الملعب لا حسيت طبعا هو من برا طبعا ده بيه كتير قوي ده كان برا بمسافة يعني تعرف أنا أنا حسيت في لحظة إن كل اللعيبة اللي في أرض الملعب انت فاكر دي زيانا مش فاكر فاكرها؟ يا جماعة لو معنا اللقطة دي فيديو أو صور حتى نجيبها عشان كابت الشريف نفتكرها معنا اللقطة كانت تاريخية تاريخية فقل مش بس إن محمد عوات في لحظة من اللحظات طلع صد الكرة من نص الملعب بيده لا إنه مفيش أي رد فعلي من اللي حواليه بس أولاك على حاجة وأنا في الملعب ما حسيتش إن هي كارثة بعد اللي نصفناها بقى شوفنا الهاي لايتس وكده لا هي كارثة بس لو أنت في الملعب مش عارب بقى كنا كلنا عايزين كنا خسرانين فمش فاقي عايزين نلعب سرعة بتبقى السخنية بتاعة المطر والحاكم مثلا إسمعيه في إسمعالية وإسمعيه خسران فما يلا عادي يمشي اليوم فما يوقفش فهم ما ما اعتردوش فما فيش حاجة من أطرف اللقطات اللي في تاريخ الكرة بالمناسبة دي حقيقة طوى عادي كده يا جماعة ما فيش حد بيقول لا ما عالش اتكلم ما عالش اتكلم فعلا